بصتوا بقى كده ده كده ايدل حوالي نص كيلو عجوة او اكتر شوية الوصفة دي بقى برضو من الحاجات الحلوة السهلة البسيطة اللي من غير حتى اللي معنديكيش مش عايزة تشغال الفورن مش عايزة تشغال البتجاز هي كده عندي عجوة بسكوت اي نوع بسكوت سادة وعجوة زبدة سوداني جسد الهند طبعا برضو الحاجات دي بحاجات المغزية قوي بتدي طاقة فويسة جدا فشلط اللي احنا في ده وبتبدي يعني حاجة حلوة سهلة بسيطة وانتي يوقف بتعمليها هنا العجوة دي بجيب عجوة سادة اللي هي معجونة دي ولو ما عندي كيشوة هرسي هرسي برضو بس عمليها نعمة قوي كده لازم تبقى نعمة لو انتي ما ممكن على فكرة لو بيبتيها نشفة شوية بشتال احنا في ده ممكن في المكرويف بحطها سوائي بتبدأ ان هي تفك معي على طول او احطها على النار مع شوية مياه صغيرين تمام فعندي لو عندي هنا نص كيلو من العجوة او اكتر شوية بديها نص كباية زبدة نص كباية زبدة برضو درجة حرارة المطبخ ماشي عاجلنها معها كده هي كلها بتعجب مع بعضها اي حاجة كباية سوداني حوالي يعني طبعا اقل اكتر مش مهم كباية جوز هند دي الحاجات اللي وضيفها العجوة عشان بتبقاش عجوة مسكرة قوي ويقدروا يأكل العجوة من غير ما يتدايقوا من السكر اللي فيها تمام كده طبعا احنا عارفين كتير بيتدايقوا من العجوة عشان مسكرة كده طبعا وجود السوداني ووجود الجزد الهند بتخليها طبعا بتمست كتير جدا من الحلوة بتاع العجوة وتكليها او الاولاد يأكلوها في منتهى السهولة وما يتدايقوش من طعمها خالص وطبعا قيمة غذائية مضافة اكتر للايه للعجوة العجوة طبعا احنا عارفين فوائدها قد ايه بس يعني كتير بيتدايقوا من السكر بتاعها فلس تحبها وفي ناس تقوليك لا سكر في العجوة كتير قوي فلأ ما بيحبهاش كده اجيب بس ورق استريتش كده وده باكم بسكوت سادة من اي حتة اي نوع يعني اجيب بس كده ايه دي علشان اي ممكن تعمليها على كيس لو مش عندك الورق استريتش ده ممكن على اي كيس عادي علشان بس ايه انا الف برحتي بياه انا حواليك الوقت انا عايزة اعمل ايه اجيب بقى العجوة دي كلها اللي انا خلطت عليها زبدة وسوداني وجوزت الهند بس ولا اي حاجة تانية ابدأ افردها انا كده ايه اقطع كده حوضر وحط اوكي عليها واحدة كمان حفردها بالنشابة طويل وهكملها معك بعد الفصل بين ورقتين من الاستريتش او الكسين اي حاجة زي اللي موجودة عندك متوفر اه هقولك تاني انا عملتها دي من ايه انا عملتها جنت العجوة دي منها عجوة عجوة مخلية من البزر ومفرومة عليها سوداني وجوز هند وزبدة بس سوداني وجوز هند وزبدة يعني لو كيلو ونص كيلو من العجوة عليه حوالي نص كباية من الزبدة عليه حوالي كباية من السوداني متكسرة وكباية من جوز الهند فردتها كده من كسين ماشي هاخدها بقى كده من الشابة حتى فردتها من الشابة كده عشان تديني كلها مقاس واحد حاجة بقى هنا اشيط طوقة منهم كده طوقة لعلى وش كده تمام عندي البسكوت بقى هروح حطا كده اي نوع بسكوت سيدة طبع برضو البسكوت كده الحاجة بتبقى حلوة قوي برضو فيها ابدأ قطني عليها بقى كده زي الرول اعمل رول كده ابدأ ازبطه كده ارفحها شوية طعم بتلاقيها مضخمة معاك اولا اضغطي اضغطي كده فيها وسويها بشكله بشكل ده كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة